بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نبدأ اليوم إن شاء الله من المسألة 438 من مسائل الطهارة المتعلقة بأحكام النجاسات إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزما للهدك وجب عليه إعلام غيره إذا علم حصول التطهير بإعلامه بل وإن احتمل ذلك على الأحوط لزوما إحنا الكلام الآن لحد الآن إحنا الكلام بالأحكام المتعلقة بالمسجد يعني من حيث تنجيسها وعدم تنجيسها ومن الواضح أن هذه الأحكام ترتبط بالمسجد يعني بالبنايات التي يصدق عليها عنوان المسجد يعني مو افترض البنايات اللي يصدق عليها عنوان افترض مصلى أو مثلا حقينية أو مركز أو أي شيء ثاني حتى إذا كان هذا المكان هو مخصص أصلا للصلاة ومخصص للقضايا افترض ما يرتبط بالعبادات والاحتفالات أو غيرها الدينية حتى لو كان هالشكل فهو ما دام ما ينطبق عليه عنوان المسجد فهذه الأحكام أيضا ما تترتب لأنه جنابكم تعرفون أن الأحكام الشرعية دائما تترتب على العناوين يعني إذا ماكو عنوان اسم المسجد كل هاي الأحكام اللي احنا نحشي بيها اللي خاصة بالمسجد لا تترتب عليه لازم أكو مسجد فتشيء مسجد وبعدين تترتب العناوين تترتب الأحكام الآن شوكي تصير المسجد مسجد هذا ضمن معايير خاصة يحتاج إلى وقف ربما يحتاج إلى صيغة محددة هذه المهم ضمن معايير معينة يصير المسجد مسجد محسن باب المثال نضرب مثال افترض هاي المكانات اللي اللي تصير بال بالمطاعم أثناء الطريق مثلا بالسفر فهذا يعني على ما يبدو هو مجرد مكان خليه للصلاة يعني يعني هو بالحقيقة مو مسجد وبالنتيجة هاي الأحكام اللي نحشي عليها ما تنطبق على ذاك والمهم خلاصة الكلام أن هاي الأحكام ترتبط بالمسجد وبالمسجد فقط أكو أكو إن شاء الله نيجي بعض الأمور اللي تلحق بالمسجد لكن احنا قاعد نحشي بالعنوان العام اللي هو عنوان المسجدية ها سعدنا هاي المسألة إذا الإنسان إما أن يكون هو نجس المسجد طبعا إذا نجسه بطريقة مقصودة فهذا حرام يعني قصدي إثم عملية التنجيس إثم لكن إذا كان بطريقة غير مقصودة فهي ما يكون إثم لكن يصير عليه وجوب ثاني وهو وجوب الإزالة هس إذا تنجس المسجد بطريقة أو بآخرى وفاد إنسان شاف النجاسة شون الحكم ابتداء الحكم يجب عليه أن هو يطهر هو نجس هو مونجس مو هذا الموضوع أصلا هو يجب عليه أن يطهر واخذناها هاي في جلسات سابقة الآن ما يقدر يطهر يتركه نقول لا نقول أكو احتمال احتمال الأول أنه بقاء يسبب بقاءه يسبب الإهانة أو الهتك للمسجد وبقاء ما يسبب لا يسبب لا يسبب فإذا لا يسبب خلص لا يجب عليه إعلام غيره اللي احنا قلنا هو ما يقدر فنطرح سؤال ثاني يجب عليه إعلام غيره أو لا يجب عليه أن يخبر غيره أو لا فإذا بقاءه يسبب الهتك هم نفرعين أنه مرة يعلم ب بشيط هي مرة يحتمل التطهير فإذا بقاء النجاسة تسبب هتك المسجد إذا يعلم تطهير المسجد هذا النجاس فيما إذا أخبر شخصا معينا أو أخبر بعض الأشخاص حينئذ يجب عليه أن يبلغ أن يخبر لكن إذا ما ألم إذا كان يحتمل مو يعلم يقول إذا أخبر ربما ربما فحينئذ مو يجب عليه وإنما الأحوى قجوبا أن يخبر أن هذه فتوى يعني قصدي مع العلم تكون مع العلم بالتطهير بإمكانية التطهير تكون فتوى مع احتمال التطهير ما يكون فتوى وإنما احتياط وجوبي التبليغ يكون احتياط وجوبي يعني شنو يعني إما أن يلتزم أو يرجع إلى مرجع آخر إذا ما يسبب إحنا قلنا إذا ما يسبب لا لا يجب عليها يعني قصدي بقى النجاسة لا تسبب للمسجد هتكن فحين إذن لا يجب عليها الإخبار سواء علم بالتطهير حين الإخبار أو احتمل بالحالة لا يجب مسألة 439 إذا تنجس حصير المسجد فراش المسجد وجب تطهير واخذنا في مساء السابقة وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده يعني فيما إذا لم يستلزم فساد الفراش وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس النجس من إشكال نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهدك وجب رفعه بما هو الأقل ضررا من الأمرين إذا تنجس حصير المسجد تنجس فراش المسجد عدنا خلينا نقول احتماليا مرة التطهير لا يستلزم التلف ومرة التطهير يستلزم التلف ما يستلزم لشي نقول شو الجاب وجب التطهير هذا ما عدنا بي مشكلة إذا استلزم التطهير سمحت السيد يقول هنا أكو أشكال خو قصدي إذا التطهير استلزم التلف أدنى احتماليا فإذا نغسل افترض مثلا تلف إذا قص المنطقة اللي تنجس اتهم تلف فيقول سمحت السيد أنه أن تسلك هذا الطريق أو هذا الطريق إشكال في جواز أن اتطهيرها مع استلزام التلف أو أن تقص المنطقة هذا هم تلف طبعا ففي هذا إشكال يصر احتياط وجوبي لكن هنا هم عندنا محتياط وجوبي هنا راح نتحدث عن الهتك نقول زيان حتى إذا هتك بعد ما نسوي يعني لا نغسلها ولا نقطع القطعة لأنه تؤدي إلى تلفها مثلا حتى إذا هتك يقول سمحت السيد لا أنا قدنا غير شكل إذا صار المسألة بيها هتك حين إذن تختار أقل الإسلوبين ضررا فشن اللي أقل ضرر الغسل له تقص المنطقة المتنجسة فتلتزم بأقل طريقتين ضرران إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده يعني فساد الفراش وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع نجسي منه إشكال يعني يجوز على إشكال نعم هيا رح نجسل الفتوى هناك احتياط وجوبي هناك فتوى نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجبا للهتك وجب فتوى وجب رفعه شنو رفع؟ رفع الهتك وجب الآن لاحظوا الآن الفكرة ما مرتبطة بإزالة النجاسة وإنما مرتبطة فقط برفع الهتك وجب رفعه بما هو الأقل ضررا من الأمرين يعني افترض الهتك يرفع مع عدم خلاص النجاسة نهائيا نكتفي بهذا لو لا لازم نتخلص من النجاسة نهائيا أما بالغسل أو يعني بالقطع بالقص يقول سمحت السيد لا الآن بعد هذه المرحلة ما نتحدث عن التطهير وإنما نتحدث فقط عن رفع الهتك فإذا رفع الهتك حتى مع بقاء شيء من النجاسة ماكو إشكال المهم بعد هذا اللي باقي ما يسبب هتك أما إذا كان الهتك ما يرفع إلا بالخلاص من كل النجاسة فلابد ما يلخلاص منها إما بالغسل بيقل الضررين إما بالغسل أو بالقص مسألة 440 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد ما دام يصدق عليه عنوان المسجد عرفا ويجب تطييره إذا تنجس مسألة واضحة أيضا لاحظوا حتى حتى سماحت السيد وهو هذا اللي دائما أكد عليه ربط الموضوع بشنو بصدق العنوان ما دام عنوان المسجدية صادق فلابد وأن نتعامل وياك أي مسجد آخر خرب ما خرب مو هذا الموضوع الموضوع أحسنت بقى ينطبق عليه العنوان بقى يصدق عليه العنوان لو لا مسألة 441 إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما الآن هذا اللي اللي نسميه شنو نسميه العلم الإجمالي مع كون أحسنت مع كون الشبه محصورة هو يعلم يعلم بوجود نجاسة هنا يحتمل له يعلم يعلم لكن وين عنده الشك وين عنده الاحتمال هو بالمسجد أليف لو بالمسجد باء أو لا أو في نفس المسجد المنطقة أليف أو المنطقة باء إما يكون في مسجدين مختلفين أو يكون في مسجد واحد لكن منطقتين مختلفتين هسنا خلنا أخذ المسجدين والفكرة نفس الفكرة فيدري مية بالمية لو المسجد أليف تنجس لو المسجد باء تنجس هذا عنده علم مو محتمال وهذا العلم متردد بين أن يكون فيه أليف أو فيه باء هاي نقول عليه شوفها محصورة مو صحيح والعلم علم إجمالي مو تفصيلي يعني لو كان يعلم بأن أليف هو اللي تنجس هذا علم تفصيلي وباء بعد هو طاهر لو يعلم بأن باء هو اللي متنجس هذا علم تفصيلي أليف يكون هم طاهر لكن هو يعلم بوجود نجس ومتردد هل هي بأليف أو باء فعند علم بوجود النجس بأطراف المتنجسة هل هو أليف أو باء بما أنها محصورة فيكون هذا العلم الإجمالي يكون يعني لابد من الخضوع إله لابد من الخروج من عنده علم إجمالي بالنجاس شوف نفس بالتطالي شنو يعني لازم أطهر أليف وباء وإذا كان مكانيا هم نفس الشيء أطهر المكان أليف والمكان باء مسألة 442 يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسينية بل وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأئمة عليه السلام المأخوذة من قبورهم للتبرك فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها وتجب إزالة ما يوجب هذه الإهانة تنجيسها الآن كلامنا عن المساجد الآن سؤال هل هناك عناوين أخرى أشياء أخرى تنجيسها تنجيسها وشاف وشاف نجاسة ما يروح يصلي طهر النجاسة لأن وجوب وجوب فوري يجب المبادرة الآن المسحف نفس الكلام حرام تنجيسها يعني إثم في تنجيسها وأيضا إذا تنجس بطريقة وبأخرى يجب يعني يجب وجوبا فوريا أن يطهر بعد شنو المشاهد المشرفة والضراح المقدسة والتربة الحسينية وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذ أي تربة المأخوذ من قبورهم للتبرك فيحرم تنجيسها إذا كان بهذا العنوان إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجب هذه الإهانة مسألة 443 إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقا أو بني دكانا أو خانا أو نحو ذلك لم يحرم تنجيسه ولم يجب تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه وأما معابد الكفار فهي غير محكومة بأحكام المساجد نعم إذا اتخذت مسجدا كان كأن باعوها على المسلمين جعلوها مسجدا جرى لها جميع أحكام المسجد في مسألة سابقة شنو كان عدنا كان عدنا أنه المسجد إذا تحول إلى خريبة صح؟ شقلنا بيها؟ قلنا يبقى يحرم التنجيس ويبقى وجوبل تطهير لأن لأن كون خرب ما خرج عن عنوان المسجدية حس الآن عدنا مسألة ثانية أنه مسجد غصب دولة ظالمة شخص ظالم غصب هذا المكان أخذه غصبا مش حول حول إلى طريق يقول احنا هذا نحتاج طريق حول إلى دكان حول إلى فندق حول إلى مكتبة حول إلى ما حول الآن هم نتعامل وياه مثل ما كنا نتعامل ويا المسجد إذا تحول إلى خريبة الجواب لا ليش لأنه لاحظوا الآن العنوان تغير بعد هذا طريق بعد لا يسمى مسجد هذا دكان لا يسمى مسجد هذا فندق هذا مكتبة يعني فقد عنوان المسجدية وإذا فقد عنوان المسجدية الأحكام التي كانت تترتب على المسجد لا تترتب عليها بعد وبالتالي لا تنجيس حرام ولا تطهير إذا تنجس يكون واجب إذا تغير عنوان المسجد مثل أمثلة بينغصبة لأنه المسجد أنت ما يصير تحول إلى عنوان ثاني يعني مو بكيفك بعد هذا الوقف يتحول إلى شغلة تخرج من إيدك فاللي يريد يفترض مثلا يريد يسوي فتشي فما يسوي يعني بشكل سليم ما يسوي بالرضا وإنما يسوي بالغصب لأنه ما يكون مجال بعد وقف هذا بعد ما يكون مجال التحكم به ما يكون مجال تغيير عنوانه فما يكون طريق إلا بالقوة بالفرض بالغصب زهن أدنى المعابد شلون معابد الكفار هذه كنيسة هذا شيء آخر من معابد الكفار الجواب هم ماضح إحنا حتى لو مكان إحنا مسوي إنه نصلي بي يعني مصلى إنه إنه صنم مول الكفار بس مو بعنوان مسجد هم لا يجب لا يعني قصدي لا يحرم تنجيسه ولا يجب تطهيره مو بعد معابد الآخرين اللي هي أساسا أساسا مو مساجد ولا يعني إحنا نقيم بها عباداتنا مثلا زين هم واحد يقول هالشكل خوف هذه إحنا هذه كانت كنيسة أو أي شيء ثاني من معابد غير المسلمين والآن إحنا أخذنا صار جو إيدنا وظلينا نصلي بي ونقيم مناسباتنا وطقوسنا شلون الجواب هو أنتو سويتو مسجد لو ما سويتو مسجد يعني إحسان العنوان فإذا ما سويتو مسجد حتى لو ما سوون بي حتى لو 24 ساعة باليوم مو بس أوقات الصلاة تصلون وتتعبدون بي فهو أحكام مو أحكام مسجد فلذلك شو نقول نقول إذا ما سويتو مسجد يبقى لا حرام تنجسه ولا يجب التطهير لكن إذا سويتو مسجد يعني طبقتوا القواعد اللي من خلالها يصبح الشيء مسجدا افترض من ضمنها الوقف من ضمنها الصيغة مثلا فحين إذن نقول لا صار مسجد قبل كان معبد لغير المسلمين هاي قضية ثانية الآن تحولها إلى مسجد تحولها إلى مسجد يعني كل الأحكام المرتبطة بالمسجد دخول المجنب هاي الأمو كل الأشياء اللي احكينا عنها التنجيس التطهير كل الأحكام المرتبطة بالمسجد أيضا تسري هنا يقول وأما معابد الكفار فهي غير محكمة بأحكام المساجد وقلنا الأماكن اللي احنا نصلي بيها ونسوي طقوسنا بيها إذا ما حولناها إلى مسجد هي ما مشمولة بالحكم فكيف معابد غيرنا نعم إذا اتخذت هذه المعابد معابد غير المسلمين نعم إذا اتخذت مسجدا كان كأن باعوها باعوا هذا المكان على المسلمين فجعلوها مسجدا جرى عليها جميع أحكام المسجد فيما يُعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهي أمور الأول دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برق ومنه دم البواسير خارجية كانت أو داخلية وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر ولا يعتبر ترتب المشقة النوعية على الإزالة أو التبديل وإن كان الأحوط استحبابا اعتبارا نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إذا زاد الدم على الدرهم كما سيأتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر